عمدت الإدارة الأمريكية وفي مقدمتها الرئيس جوزف بايدن منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر على التأكيد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل كما شددت من قبل سندعم إسرائيل في حين تقومون بالدفاع عن شعبكم يبدو الموقف الأمريكي منحازا إلى جانب إسرائيل ويبرر الأمريكيون ذلك بالاتفاقيات المعقودة بين البلدين فلو نظرنا إلى صفحة إسرائيل في بوابة وزارة الخارجية الأمريكية لوجدنا هذا القول أن لا صديق لإسرائيل أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية لدى الولايات المتحدة علاقة استراتيجية قديمة مع إسرائيل وتم النظر إلى السابع من أكتوبر على أنه يماثل ما حدث في الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر وكان هجوم إرهابيا ضخما بمضاعفات كبيرة على يد تنظيم إرهابيا يريد تدمير إسرائيل وإسرائيل لا يمكن أن تتعايش بعد مع حماس آخر وحصات الرائلة الأمريكية تؤكد أيضا أن الشرع الأمريكي يؤيد إسرائيل في هذه المعركة ووصل التأييد العام إلى 80% كما طالبت نسبة 66% الرئيس الأمريكي بإعطاء مساعدة لإسرائيل ودعمها تقدم الولايات المتحدة ما هو صحيح من خلال تمكين إسرائيل بتوفير من تحتاجه للدفاع عن نفسها فإسرائيل لم تطلب أبدا من الولايات المتحدة أن تحارب عنها لكنها بلد صغير لا يملك مخازن ضخمة للسلاح والذخيرة تشير الاستطلاعات أيضا إلى أن هناك نسبة عالية من الشباب الذين يطالبون الإدارة الأمريكية بالتشريد على وقف لإطلاق النار ومع الأسبوع الأخيرة تبين أن شعبية الرئيس الأمريكي في صفوف الشباب تراجعت إلى 31% وهم يلمون بايدن على ما حدث للفلسطينيين وعلى مقتل الألاف منهم خلال العملية العسكرية في غزة هناك قلق حقيقي في أوساط الديمقراطية لأن الفئة التي هي غير أو منزعجة أو ضد موقف بايدن فئة الشباب وفئة الجارية العربية والإسلامية المؤيدة للشعب الفلسطيني وهي فئات لها أثر في الولايات التي تحدد الانتخابات ميشيغن، بنسلفينيا وأخر فبالتالي هناك خطر حقيقي لخسارة الانتخابات في 2024 بسبب موقف بايدن من القضية ما زلنا على مسافة أشهر طويلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولكن الرئيس الديمقراطي الذي يريد أن يجدد إقابته في البيت الأبيض يأخذ في عين الاعتبار الغضب من مواقفه المنحازة إلى الإسرائيليين في أرغان مالحجة واشنطن ترجمة نانسي قنقر